أعلن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن جاذر تمسكه بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة وإقامة مستوطنات في القطاع غير مبالن بانتقادات واشنطن التي وصفت تصريحاته في هذا الصدد بأنها غير مسؤولة واعتبر بن غفير أن الغودة إلى الاستيطان في القطاع هو الأمر المطلوب الآن على حد قوله مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحل الصحيح هو تشجيع الهجرة الطوعية كانت الخارجيات الأمريكية قد انتقدت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إتمار بن غفير وبيت سليئيل سيموريتش على خلفية تصريحاتهما بشأن إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين خارج القطاع المنكوب أكدت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب مواقع لحزب الله أكثر من أربع وثلاثين مرة منذ سابع من أكتوبر الماضي وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تمت قلق لدى الولايات المتحدة من حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان حيث ارتفعت حدة القصف المتمدل بين إسرائيل وحزب الله بما أثار انتقادات من واشنطن مشيرا إلى أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القدال المستمر بغزة سيكون صعبا أفدى موقع أكسيوس الأمريكي بأن الخارجية الإسرائيلية أصدر توجهات إلى سفرائها تضعهم إلى تكتيف جهود الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم بهدف إصدار بيانات ضد الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جمعية في غزة وأفدى الموقع بأن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية توضح خطة عمل لدبلوماسيها قبل جلسة محاكمة العدل الدولية الأسبوع الجاري وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى ممارسة ضغط دولي على المحكمة بهدف إثنائها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى تعليق عدوانها العسكرية على غزة أغلق محتجون مؤيدون لفلسطين طرقا خارج البرلمان البريطاني في لندن المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي منعته من السير على جسر ويستمانستر وتشهد لندن مثلها مثل مدن غربية أخرى مظاهرات متكررة وكبيرة تطالبه بوقف القصف الإسرائيلي العنيف لغزة وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على ألوشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تبنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر حيث وقعت اشتباكات خفيفة ذكر موقع جلوبز الإخبارية المالية للإسرائيلي أن شركة شحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل وجاء تقرير الذي لم يتضمن تفاصيل عن أسباب القرار في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها قوات الحوثي هذا وامتنعت مكاتب الشركة في إسرائيل عن التعليق فيما قال مسؤول مواني في إسرائيل إنهم يتحققون من التقرير